خير بقى ننتقل لدنوقتي نخش على الدور يا حضرات طبعا احنا ابتدينا الدوري امبارح واول مباراة هتكون النادي الاهلي النهاردة زي ما كنا منتكلم طبعا هيكون لقاء قوي امام فريق قوي هو فريق الاسماعيلي طبعا كلنا متعطشين ونفسنا بقى نرجع نشوف مرة تانية كرة حلوة بتتلعب في ارض الملعب وكمان نشوف نتيجة كويسة مرضية وحصد الثلاث نقاط لفريقنا في مشواره الطويل لي استعادة اللقب المحبب لكل جماهير وفي كل مكان وهو لقب الدوري يعني احب الالقاب إنجاز التعبير وبالمناسبة حابين برضو نوجه رسالة لكل الجماهير اللي هتحضر من الطرفين احنا عايزين كل مشجع موجود في الاستاد يكون على قدر المسئولية كل شخص بيشجع فريقه فقط دون النظر للمنافس عشان عايزين يبقى فيه كم ماتشي كده كمان واندقي عدد الجماهير بيزيد في الملعب بدل ما كانوا خمسة بقوا ستة بالفعل وبعد كده ممكن يبقوا عشرة يبقوا عشرين نرجع تاني للأرقام الكبيرة والأجواء الحلوة اللي كلنا يعني فعلا بنفتقدها جدا في المباريات عايزين كمان من الآخر نشوف ملعبنا زي ملاعب أوروبا في كل شيء فنيات في الملعب هتفات جميلة تشجيع راقي بعد الماتش الموضوع بينتهي ومش بنكلم في حاجة غريبة الحقيقة ده اللي تربينا عليه ويا ما شفنا ماتشات زمان ده فيه فترات زمانية حضرات كان بيبقى في أي مباراة بين أي فريقين تلاقي جماهير الفريقين قاعدين مع بعض مدرج واحد فين الأيام الحلوة دي؟ أو في الأفلام زمانية تشوفيها والله متلقيش عارفة مين بيشرجع مين نفهم ازاي لكن مش عارفة نرجع ونقول احنا بنتطلع للأفضل وبنتطلع للصورة المثالية اللي بتتماشى كل التماشي مع فكرة الروح الرياضية عشان نشوف استاداتنا منورة ومنشات حلوة نستمتع بمتابعتها ومشاهدتها خلال محترم جدا على فكرة ويعني على كل حال في الأول وفي الأخر هنرجع نأكد هذه النقطة لأ انت لو ملتزمتش انت اللي بتدفع التمن يعني الجماهير هي اللي بتدفع التمن في الأول وفي الأخر اللي هو احنا لو احنا ملتزمناش وكانت أو كان المشهد مش كويس خلاص انت انسى بقى ان فكرة هنا المطالبة بزيادة عدد الجماهير وغيره لأن الشغب والمشاكل والحاجات اللي بتحصل من هتفات مش قلطة في حاجة ضد الفرقة الأخرى أعتقد دي مشاهد كلها لنفسنا يا كريم تبقى في الماضي لأن ملهاش مكان ما بيننا دلوقتي وانت بتتكلم في يعني الدولة جديدة وبتتكلم في التطور وبتتكلم في حداثة فمش ممكن نكون بنتطور وعلى الصعيد الآخر أخلقنا واحدة وتاني هرجع أقول احنا اللي هندفع التمن بنفسنا محدش هيجي يدفع التمن مكاننا احنا اللي هندحرم من ان احنا نقعد بأرقام كبيرة وفكرة عودة الجماهير والمشهد اللي احنا كلنا بنتمنى بقالنا فترة طويلة وحقنا على فكرة برضو على الصعيد التاني حقك كجماهير تبقى متواجد وتشجع للفريق اللي انت عايزه ده مطلب يعني بسيط بس عشان يتحقق لازم احنا كمان يبقى علينا دور فان شاء الله يبقى المشهد متحضر يريق بالبلد لأن ده شيء ما فيهوش رفاهية أمر آخر وعلى كل حال نتمنى برضو ان احنا نشوف مباراة وفوز جيد انا دايما لما باجي اتكلم يا كريم بقول مش بس عايزين سكور انا من اصحاب المدرسة دي انا عايزة شوف الفريق اللي انا بشجعه طبعا بيفوز بس على الصعيد التاني عايزة شوف كورة حلوة عايزين نشوف كورة حلوة خصوصا ان انت بتتكلم انت عندك مدير فني جديد فمدير فني جديد وبداية جديدة وعودة مرة اخرى والروح بترجع علينا وغير وغير ويبقى انا عايزة شوف بقى على الارض كل ده بيترجم